إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم في مناطق بالظفة الغربية ومحيط القدس المحتلة وقالت مصادر إعلامية إن أكثر من عشرين فلسطينيا من مخيمات وقرى ومدن وأحياء الظفة والقدس المحتلة تم اعتقالهم معظمهم أسرى صابقون ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي وتأتي هذه العملية بالتزامن مع استمرار العدوان على قطع غزة المحاصر واغتيال القائد البارز في سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي